المشروع اللي أمام حضرتكم الآن ده ملتي ميديا أبليكيشن تطبيق من تطبيقات الوسائط المتعددة فكرة التطبيق هي إن في شخص عنده فكرة عنده مشروع عايز يعمل محطة بنزين أو سلسلة محطات في المملكة عباس سعودية هو شاب إماراتي ف قال لنا أنا مش عايز أقدم الدراسة بتاعتي ورق أنا عايز أقدم الدراسة بتاعتي ملتي ميديا وعايز بأسلوب الجرافيك بأسلوب الملتي ميديا وبأسلوب الشو الجرافيكي والبصري فأخذنا منه الدراسة وعملناها بشكل نحن نشوفه دلوقتي على أربع أقسام هو مين اسمه تليفونه وهي التايتل بتاعه وهنا الاركتيكشور ديزاين وهنا الجاز ستيشن بقى الدراسة نفسها وي عناصر الدراسة وهنا كونتكت اس اللي هو حول منافذي العمل الفني لو دخلنا على الاركتيكشور ديزاين طبعا مجرد من هو قف على ديفليبر بيبان هنا عندي بنور أحمر كده هو ده السيكشن بتاع ديفليبر يعني هو مين المطور للعمل هو فلاني الفلاني وهنا لو دغطنا على القسم بتاع الاركتيكشور ديزاين دخلنا في قسم الاركتيكشور ديزاين كما هو موضح الاركتيكشور ديزاين اسم المشروع محطات بالاسم كده محطات وهنا حنلاقي كل يعني ما له علاقة بالمشروع من حيث الصوت والصورة والفيديو والرسومات الهندسية فلو دغطنا على بلان لو دغطنا على البرسبكتف لو دخلنا على إليفاشنز لو دخلنا على موفي هتظهر الموفي أمامنا كما هو موضح البيانز اللي هي الرسم الهندسي دابل كلاك يظهر قدامنا فول سكريم بالشكل ده كده ويقدر الداعم أو المستثمر يشوف الرسم الهندسي الخاص بالمشروع ومكانه وعلاقته بالناتو ورك رود اللي هي شبكة الطرق إلى آخره طبعا الكلام ده كله يمكن انطبعته من خلال نفس التطبيق وتصفحه سواء مطبوع أو إلكتروني زي ما هو موضح الان كده وأقدر عن طريق ناكست وعن طريق بريفيس أتحكم في عدد الرسومات الموجودة دابل كليك يعملي فول سكرين دابل كليك تاني يرجعه في حجمه داخل مش فول سكرين هنا المشروع متقسم على مراحل في محطات أوايزز جراند وفي محطات أوايزز ومحطات أوايزز إكسبرس ومحطات سيتي جراند ومحطات سيتي ومحطات سيتي إكسبرس أيضا الكنترولر اللي هو المتعكم ده في العمل كامل زي ما شايفين البرسبيكتف لكل واحدة من دول لقلت له مثلا محطات أوايزز ديني البرسبيكتف فتاحه لو قلت له مسلا محطات سيتي إكسبرس الديني الإلفاشنز بتاعتها أو إليها بلان المالهاش إلفاشنز أو خشيلي علموبي بتاعها مباشرة ده المووي أقدر بقى تصفح المووي يعني داخل المووي أقدر قل له ديني المووي بتاع محطات أوايزز جراند أو كتاب لي أوايزز اوازيس جراند لو قلت له اديني محطات اوازيس تعالوا نشوف مثلا الفيديو يستعرض على سبيل المثال المحطات اوازيس ضوكي ايضا يديني فول سكرين ده رسم 3D كامل لوضع المحطة البنزين في المكان اللي بالفعل هتتعمل فيه والفكرة هي ان صاحب المشروع بيقول المستثمر ان اللي معطلنا فقط عن ان الحلم ده يتحقق او الصورة دي تكون انه فقط تدعم او تستثمر كمحاولة من صاحب الفكرة انه مش عايز يقدم دراسة تقريدية وراء يتحطف لدراجه فقط ده هو عايز يقدم مشروع بتاعه بهذا الشكل الاحترافي علشان يبقى القرار اقرب وفي نفس الوقت يستطيع المستثمر انه هو يكون ملم بالحالة والاحساس والمعلومات والشكل الفني والصورة التي سوف يكون عليها المشروع باك بيرجعنا للصفحة الرئيسة جاز ستيشن محطة البنزين دي محطة الجاز دي في القسم هنا بيخيرنا ان هل نعرض الدراسة مانيول يعني عناصر شجرة عناصر الدراسة ونختار منها ولا هنا لما اضغط عليها يفتح باوربوينت بريزنتيشن او اوتوماتيك باوربوينت بريزنتيشن لو انه مانيول بريزنتيشن هذه العناصر مثلا عايز تخش مثلا على الرود نتورك شبكة الطرق تضغط يديك معلوماتها ويديك صورة حية لايف عنها الدراسة كلها ماشية كده برضو حتى الارقام مصحوبة بصور اقدر ان انا اتصفح باقي عناصر الدراسة وانتقل باوربوينت بريزنتيشن او ان انا اختار من جاز ستيشن وهي الاوتو بريزنتيشن فلما اضغط عليه يديني باوربوينت بريزنتيشن بي بي اس باوربوينت شو كامل استعرض من خلاله كما هو موضح دي كانت فكرة مالتي ميديا أبليكيشن بيستعرض دراسة جدوى بشكل مرئي ومؤثر وثري دي مئة في المئة